بذلك حتى يقول لي حتى المناهم خدتوا أيوة طبعا أنت لو خدت قرص وجالك خبر بالتليفون أن فيه كارثة حصلت القرص ده مش هنيمك هتنزل وتسوق على بيتك وتمشي طب دكتور بعض الناس بتشتكي أن هي ما بتنمش وكده بصم أورادي حياتهم غلط يعني بيشربوا قهوة بالليل عدد يعني كبات القهوة بتاعتهم فنجيلي قهوة كتير في اليوم فأي الحاجة اللي أنا أعملها هل أنا أبطل كافيين من الساعة بعد الساعة ست تلوانا نومي الساعة 12 أو كده إيه الحاجات اللي أنا ممكن أعملها في يومي تخليني أنام بالليل كويس رياضة بالمناسبة في ناس بتشرب قهوة نام ده كتير لو أنا بجيب فرشة ومعجون وبغسل سناني قبل النوم ده اسمه أورا الهايجين الاهتمام بنظافة الفم النوم بقى اسمه سليب هايجين يعني اهتمام بنظافة النوم منها اللي حضرتك قلتها بقى ممنوع شرب المنبهات قبل النوم رحيم آآ آآ عمل رياضة بالنهار لإن الرياضة بتحسن جودة النوم أغذية في المساء خفيفة مهدئة زي الحاجات الخضرة والخص والحاجات دي آآ فيها مواد مهدئة آآ طبعا فيه مشروبات مهدئة زي الينسون والكركديه والكلام ده آآ زي ما قلنا بقى تصفية الزهن تمرين استرخاء للذاكرة يعني فيه تمرين كده أقولك ايه أول ما تخش السرير كده في دقيقتين اتنين تقول لنفسك ايه مثلا النهاردة كان السبت رحت الصبح برنامج صباح الخير يا مصر وخرجت وبدأت أسرد يومي ترتيب لأحداث يومي من أول مصحيت وبالراحة كده لو قلت جي هدوء كده إن شاء الله بكرة الحد المفروض وراي حاجات مهمة زي واحد اتنين تلاتة حنم منك كده دك حنم من بعض وهتسترخي وهيرق ومش هيجي لك زهايمر زي الناس وكل واحد ينسى حاجة يقول لجلي الزهايمر آآ عضلاتك هتهدى خالص أمخك هيبقى مرتب ما تقولش يا خبر إزاي الموضوع ده فتني يعني دي هتتلاته وده حلو للطلبة كمان إن انت كمان لو دخلت السرير آآ راجع شغل آآ فيديو مذاكرة تحت دماغك إذا نمت خير وبركة ما نمتش انت بتستفيد